السلام عليكم يعطيكم العافية زميلتكم صباح ماشا من منصة قمة الطبية محاضرتنا الهيستو الثانية اللي راح تكون عن الويت بلوت سيلز طبعا الويت بلوت سيلز احنا عنا منهم مجموعتين موضوعنا عن موضوعنا عن موضوعنا عن تمام اول اشي فيك كم شغلة بدي احكي عنهم قبل ما نبدأ بي المحاضرة نذكرهم مع بعض اول اشي زي ما احنا شايفين مكتوب موضوعنا عن ويت وصايت خلية فهي خلايا الدم البيضاء وكيف منسميهم أو منسميهم الليكوسايتز بنكون عارفين انه فيه لهم total and differential count زي ما كنا متفقين من المحاضرة السابقة اذا بتذكروا كمان حكينا كان في عنا red blood cells البلايتلتس كانوا enucleated cells كان في عنا مجموعة من الخلايا مرت علينا اللي هو قبل اللي هو liver cells مثلا كانوا by nucleated يعني فيها two nuclei السل في عنا كان multi nucleated cells زي giant cells كانوا اصلا اسمهم large multi nucleated cells وفي عنا كمان المسل cells برضو multi nucleated هلا الwhitable cells هدو ولا هم فيهم only one nucleus ولكن هاي اللي نيوكلياس ممكن تكون bi-lobulated ممكن تكون multi-lobulated يعني بتكون ايه شمالها lobules زي كأنهم زي كأنها مجزئة لنيوكلياس ولكن هي only one nucleus تمام اللي هم granular white blood cells او granular lecocytes اللي بنا نحكي عنهم اليوم تمام هلا هذا السلايد من المحاضرة الماضية كان في عنا اللي هو foreign blood elements اللي هي الخلايا اللي موجودة بالblood احنا كيف كنا نصبخهم حكينا بنعمل البلود فيلم تمام انه انا بجيب دم من اللي هو peripheral circulation من المريض ونحطه بيتسة تيوب بعدين centrifuge بعدين انا بقسم وبشوف ايه ش اللي هو بعمل عليه تحليل الدم اللي هو chemical وبدي اقعد خلايا ومشعر في ايه ش تمام او لا تحديدا اللي هو chemical اوكي هلا البلود فيلم اللي هو اخدت انا من دم المريض وحط نقطة وحطيتها على glasses light وبعدين ايش عملنا صبغناها وبعدين بدي اشوفها under the light microscope اوكي او ال electron microscope عشان اشوف الخلايا اللي موجودة عندي بالدم وصبغة كانت عندنا جمزة لشمن ستين فحطينا احنا اللي هو methylene blue وايوزين واتفقنا انه الخلايا اللي رح تاخد الايوزين رح يطلع لونها pink اللي هم الايوزينوفيلز تمام او بحكي يعني هي خلية ازينوفيلك واللي بتاخد المثيلين blue بيطلع لونها violet فهي بيزوفيلك واللي بتاخد جزء من هون وجزء من هون بيطلع لونها red purple ونسميها zero filic stain نقول تمام طيب كنا حكيين انه red blood cells اللي هو تشكل 45% من البلود و55% كانوا بلازمة red blood cells or red blood corpuscles وسميناهم الerythrocytes وحكينا عن blood blood cells اللي هم thrombocytes واليوم نحكي عن white blood cells اللي هم leucocytes تمام هلا leucocytes هدول انا بقسمهم لمجموعتين granular وagranular leucocytes according to the presence of specific granules هلا انتم معاي كل خلايا الدم البيضاء فيها non-specific granules تمام هدول non-specific granules فيهم hydrolytic enzymes لكن neutrophils xenophils basophils فيهم specific granules يعني neutrophils فيها specific granules خاصة بالneutrophils من اسمهم specific تمام والزينophils فيها specific granules خاصة بالازينophils البيضophils فيها specific granules خاصة بالبيضophils وفيها بناء عليها substance مورودة جوه هدول الgranules تتلاء مع وظيفة الخلية هاي تمام فهدول فهدول اللي فيهم specific granules اللي بسميهم granular hyacocytes تمام بينما كلياتهم granular والagranular فيهم non-specific granules فيها hydrolytic enzymes تمام كمان يعني وبسميها basophils واللي neutrophils فيها neutrophilic granules تمام زائد النن specific granules اللي موجودين فيهم كلياتهم azorophylic granules بتاخد يوزين ومثلين blue لونهم red purple تمام فالنن specific granules azorophylic granules فيها hydrolytic enzymes هلا هنا كdifference بين اللي هو red blood cells والwhite blood cells من حيث النمبر بيحكي لك red blood cells كانوا 4.5 من 5 إلى 5 ونص according to female أو male white blood cells من 4000 11000 red blood cells كانوا biconcave white blood cells كلهم rounded كلهم rounded red blood cells ما كان فيها nuclei ما كان فيها organelles عشان توسع أكبر كمية ممكن من الهيموغلوب white blood cells لأ فيها nuclei وفيها organelles وما فيها هيموغلوب طبعا red blood cells فيها هيموغلوب عشان يقوم بالfunction طبعا وهو تكري oxygen and CO2 life span إلها كانت 120 يوم white blood cells حكينا ما فيها هيموغلوب life span إلها days two years الفنكشن تاعها defense and immunity تمام red blood cells ما كانت تتحرك ما كان في إلها amoeboid movement وإنما white blood cells في إلها amoeboid movement بتنتقل مثلا عندنا المونوسايت هي نوع من blood بتروح على التشو بتتحول إلى تشو ماكروفيج تمام في عندنا الإشي منسمين migration neutrophils بإنها تروح للمكان اللي بيطلع منه اللي هو اللي هو interleukins أو chemokines أوكي اللي تجيب ال white blood cells تجيب ال neutrophils تحديدا عفوا على المكان اللي فيه infection أوكي فبسميه migration of neutrophils فأنا في عندي اللي هو white blood cells بتتحرك ب amoeboid movement طيب اتفقنا total count 4000-11000 وفي عندنا differential count الجرانيولار اللي هم حكينا neutrophils isenophils basophils اللي neutrophils هي the most abundant one of the white blood cells تقريبا بتشكل نسبة 60-70% من كمية ال white blood cells الموجودين بالcirculation ال isenophils 1-4% ال basophils من 0-1% هاي أقل إشي وبعض ال references بتحكي لك من 0-1% يعني ممكن ما تكون موجودة أساسا بال peripheral blood عادي أوكي ال agranيولار اللي هم lymphocytes monocytes lymphocytes تقريبا نسبتها 20-30% والmonocytes من 3-8% هلا بنابلش نحكي عن neutrophils بقولك neutrophils بنسميها اسم تاني بنسميها polymorph nuclear leucocytes ليش يعني polymorph nuclear بحكي لك بسبب ال nucleos تاعتها إنها multi lobulated شوف ال nucleos تاعتها هنا 5 lobules هنا 1-2-3-4-5 هنا 5 أو حتى ممكن 6 هنا نعتبرهم 1-2 تمام؟ فمولتي لوبوليت نيوكلياس إلها فبسميها بوليمورف نيوكليار ليكوسايد تمام؟ أو بحكي لك منسميها مايكروفيج. هلأ إحنا مننكون عارفين إنه الفاكوسيتك سل اللي هي زي الماكروفيج اللي عندها القدرة بإنها تدخل الفورين بادي أو الباكتية أو الباثوجين أو الواتيبر داخلها وتعمل له دايجسشن أو تكسره هو وجواتها تمام؟ هلأ النيوتروفيلز إنه بحكي لك هي تمام؟ بس مش إنها بتدخله جواتها فبالتالي هي نوت ترو نوت ترو فاكوسيتك سل تمام؟ وإنما بتطلع موتيميائية على هذا الباتوجين أو على هذا وبتكسره تمام؟ فبدل ما نسميها ماكرو نسميها مايكروفيج أوكي؟ مايكروفيج تمام؟ دفرانشالتها حكينا من ستين لسبعين بالمية السايز تبعها من 10 إلى 12 مايكرونز شايف راوندد ومتفقين إنه كل الويت بلوت سيلز راوندد إن شايف أنلايت مايكروسكوبي بالويت بلوت سيلز تعون الفيميلز فبالتالي جماعة الطب الشرعي بيحكي لك إذا كان في عنا عين الدم طيب؟ وفي جريمة مشتبه فيها بين ميل وفي ميل مثلا أوكي؟ وعينة الدم هاي تعود للقاتل أوكي؟ باجي أنا بتفرج على اللي هو ممكن أحدد يعني إنه هذا الدم للميل ولا للفي ميل اللي مشتبه فيه تمام؟ أنا ممكن أعرف زمرة من عفوا أنا ممكن أعرف جنس البني آدم هذا اللي هو القاتل مثلا من خلال عين من البريفرال بلوت اللي أنا لقيتها مثلا بالكرايم سين أوكي؟ من خلال الويت بلوت سيلز تحديدا من خلال النيوترو فيلز باجي بتفرج عليهم في عندي بار بادي معناته الفيميل هي القاتل مثلا مش موجود معناته الميل هو القاتل أوكي لأنها بتكون دم لميل تمام؟ خيب هلا السيتو بلازم اتفقنا في عنا كلهم فيهم non-specific azurofilic granules فيها hydrolytic enzymes وبما إنها نيوترو فيلز فيها نيوترو فيلك granules specific granules فيه collagenase enzyme هيا تنمي هلا specific granules انتبهوا لي بالwhite blood cells بالwhite blood cells specific granules small والnon-specific granules large البقيين بالعكس بيكون specific granules specific small تمام؟ طيب أول إشي هذا شكلها under electron microscope تمام؟ في عندي multi-lobulated nucleus 1-2-3-4-5 هنا 1-2-3-4 تمام؟ فيها specific granules rice grain بيكون شكلهم بهذا الشكل rice grain granules small فيهم functional enzymes اللي هو collagenase enzyme تمام؟ اللي شو بيعمل بيعمل destruction ل collagen اللي موجود بال tissue اللي فيه infection مثلا destruction اللي موجود بال pathogen أوكي زائد non-specific azurophalic granules الحجم تاعهم شوي جاي أكبر تمام؟ هدول اللي هو azurophalic non-specific granules فيهم lysosomal hydrolitic enzymes أوكي؟ طيب طبعا شكلها regular when active تمام؟ بهذا الشكل regular وهي cytoplasm حكينا فيه few organelles اللي هم زي مثلا فيه عندنا ميتوكوندريا فيه عندك كمان smooth rough endoplasmic reticulum وغيره بالنسبة للfunction حكينا انه وظيفة الwhitoplasel كلياتها الهدور ب defense and immunity ولكن first line of defense هم الميوت trophيل تمام؟ بتروح بتعمل attack الميكرو organisms الموجودة بي connective tissue هل اللي بيصير انه ما بيكون فيه عندي انا foreign body موجود هذا الحكي مكتوب بالسلايب لأدام اللي بعدين تمام؟ اللي ما بيكون فيه عندك foreign body بصير فيه عندنا هون هايها اللي هو المكروفاجز اللي موجودة بي التشو تمام؟ يعني انا اول اشي بصير له activation اللي هو الانتجن presenting cells اوكي اللي هم المكروفاجز اللي موجودين بي التشو طيب فبتعمل attraction هايها بطلع مواد بتعمل attraction اللي هم اللي نسميهم الانترلوكنز بيعملوا attraction للمونوسايت اللي هم من نوع من أنواع الwhite blood cells اللي موجودين عندي بي البلد بروحوا للتشو اللي فيه انفكشن وبتحولوا الى تشو مكروفاج تمام؟ ذا بتكمل اللي هو بتعمل اشي بنسميكم كيموتاكسز عن طريق اللي هو الانترلوكنز بنقول مثلا اللي بتطلعهم فبيعمل ايش اللي هو attraction for more monocytes وattraction ل neutrophils فبيعملوا اشي اسمه migration بيجو بيعملولي الفاغوصيتوس اللي هو killing of the bacteria by phagocytins اللي هي ايش اللي هي الكولاجينيز اللي بيطلع من specific granules او بنسميهم secondary granules ماشي زائد secretion of cytokines وبرضو high cytokines اللي بتعملها secretion بتساعد بانها تعمل attraction to more white blood cells طبعا بتطلع اللي هو بعد stimulation of the bone مرود وفور new neutrophils اذا بتعمل digestion biologis والانزيم اللي هم ال primary منسميهم اللي هم الازوروفيلك granules اللي هم non specific destruction of invader وال connective تشو عن طريق الكولاجينيز انزيم اللي بيطلع من secondary granules اللي هم specific granules حلما بصر في عنا death of neutrophils بيعمل ايش منسميه اللي هو production of pus اللي هو عبارة عن dead neutrophils life span حكينا from days to years white blood cells ال neutrophils هي واحدة من الخلايا اللي في اللي في اللي في 1-4 days in the blood اوكي هذا الكلام هلأ اللي حكينا كمان اللي هو انه حكينا في عنا المين phagocytic cells اللي هم الماكروفيج الموجودين بالتشو الماكروفيج بتلاقي او بتحس انه في عنا اللي هو invaders بالتشو بتشتغل بحكيلك act on endothelial cells بتعمل release of interleukins هاي الانترلukins هي اللي بترتبط مع الرسبتر تبع النيوتrophil تمام فبتعمل لها activation اوكي هاي هي اللي بصر لها transmigration اللي بتنتقل عن طريق هون الrolling اوكي بالبلود بتروح عن طريق transmigration بتدخل للتشو تمام الكيموكاين ريسبترز اللي موجودين على النيوتrophil اذا هي ساعدتها بانه يرتبط معها الانترلوكن ويعمل لها activation تمام طيب هل الابنورماليتي بالنيوتروفيل كاونت يا اما زيادة يا اما نقصان لما يزيد عدد النيوتروفيل بسميها نيوتروفيل وهاي بتصير لما بيكون في عندك انفكشن اوكي فيبلش البون مرو يطلع لك كمان وكمان النيوتروفيل تو فايت انفكشن اوكي فبي الاكيوت بايوجينيك انفكشن بزيد عدد النيوتروفيل بحالات الاكيوت زي مثلا بحالات الابنديسايتس وبحالات التونc afterlife إنه القل العدد النيوتروفيل يسميه نيوترو بينية ومتى بلائها قليلة بلائها قليلة بحالات الكرونك إنفكشن زي تي بي وبحالات السفير فيريل إنفكشن زي الانفلونزا والميزل لأن السفير فيريل بتعمل تعمل سبريشن لل bone marrow. أي إشي بيعمل suppression لل bone marrow بيعمل عندي decrease بكل خلايا الدم البيضاء و decrease بال platelets و decrease بال red blood cells أوكي؟ طيب الخلية الثانية لهم differential count لها من 1% بالمئة size أكبر من neutrophils هاي 12 ل 15 micron shape rounded. المتفقين قلنا كل white blood cells rounded in shape under the light microscope النucleus مش multi-lobulated bi-lobulated C shape تمام? bi-lobulated C shape البيزوفيل S shape bi-lobulated S shape الازينوفيل C shape تمام? النucleus السيتو بلازم فيه الفيو أزرفيلك granules الننسpecific فيهم hydrolytic enzymes والارج سpecific أسيدوفيلك اللي هو ازينوفيلك granules هلا الغرانيولز هاي الاسpecific granules ساعة الازينوفيلز يا ترى شو بدي شو ممكن يكون فيها بحكي لك فيها هستامين أهم إشي تمام؟ فيها هي عبارة عن large avoid crystalloid core آه هنا هو شكلهم الزوروفيل granules فيها الاسيسوم هذا الكريستالويد core هو اللي فيه الhydrolytic enzymes وفيه الهيستامينيز و ازينوفيل بروكسيديز لما بس مع هستامين لازم يجي على بالي إيش allergic reactions فبالتالي الاسيسوم بصر لها بحالات الالرجي تمام؟ طيب الcytoplasm فيه فيه organelles mitochondria rough smooth endoplasmic اللي تشك لهم glycogen glycogen granules تمام؟ هاي النوكلياس biolube c-shaped وهون في عندي هاي هدول المدورات الراوند اللي هم أو spherical in shape اللي هم اللي ازرفي لك granules وهاي هيك وهاي 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 اللي هو specific granules اللي هم avoid وفيه اللي هم crystalloid core إذن بما أنه حكينا فيها histaminase معناته إلها دور بي allergic reactions زائد parasitic infections تمام؟ طبعا بتعمل destruction للparasite بإنها بتطلع substances وبتعمله digestion بره ما بتفوتوا جواتها فبالتالي هي not true phagocytic cell تمام؟ life span إلها several days up to a week يعني قريب من life span تبع النيوتروفيل abnormal is in a field count إذا زادت بسميها إزينوفيليا إذا كان عددها قليل بسميها إزينوفينيا إزينوفينيا بدنا نكون متفقين برضو زي النيوتروفيلز بتقل لما بيكون في عندي bone marrow suppression أو هون من الأشياء اللي برضو ممكن تعمل bone marrow suppression اللي هو الستيرويد تمام؟ اللي بياخدوا corticosteroids بجرعات عالية بيعمل suppression للbone marrow إزينوفيليا أنه يزيد الكاونت تبعها هذا بيحكي لك بيصير بحالات allergic reactions ولكن مش حالات اللي هو local allergy مثلا الوحد بس يصيب مواد كيميائية بإيده بيعمل له أكزيما لا هاي local allergy هون المقصود فيها systemic allergy generalized allergy أوكي إنه في عندهم بتلاقي بالدم دائما بالنسبة الإزينوفيليز كميتها عالية بتلاقي في عنده الـ IJG antibodies عالي تمام؟ اللي هو بحالات البرونكية الأزمة بحالات systemic allergy والparasitic infections زي البلهر سياسز تمام؟ البيزوفيلز البيزوفيلز differential count إلها من نصلا واحد بالمية size تاها 10 microns shape rounded النيوكلياس قلنا biolubed S-shaped nucleus تمام؟ هاي نيوتروفيل هاي إزينوفيل هاي بيزوفيل آه وين النيوكلياس طيب؟ مش شايفيتها ليش مش شايفيتها؟ لأنها obscure bi large granules الcytoplasm تبعي البيزوفيلز بحكي لك فيه abundant deep blue granules ملياني granules specific granules لدرجة إنها إشمالها بتغطي عندي ببطل قدر أشوف النيوكلياس ولكن النيوكلياس بيولوب S-shaped هاي هاي البيولوب S-shaped نيوكلياس تبعت البيزوفيل تمام؟ طيب زائد الماست سل فيها heparin sulfate تمام؟ وكنا لما نصبغ الماست سل بتوليدين blue stain تمام؟ المفروض لونها blue أوكي يتحول لونها إلى red بسبب وجود الهيبرين تمام؟ فكنا نسميها metachromasia والبيزوفيلز نفس الإشي لأنه في عندي granules تاعتها specific granules فيها heparin لما بصبغها بتوليدين blue بيتحول لونها لأحمر فبسميها metachromasia تمام؟ طيب مشان هيك بسميها mast cells of the blood طيب عند الإلكترون ميكروسكوبي البايلوب S-shaped nucleus تمام؟ السيتو بلازم فيها mitochondria ribosomes glycogen والgranules النون specific azurophylic contain lysosomer hydrolitic enzymes والspecific للارج وcontain histamine heparin تمام؟ وكمييتهم كبيرة لدرجة لأنهم obscuring the nucleus حتى هلا هاي neutrophils حكينا multilobulated nucleus تمام؟ هاي biolobulated nucleus وفيها هدول الغرانيولز اللي فيهم اللي فيهم الكристالويد core اللي هي الزينوفيلز بضل عندي هاي اللي biolubed nucleus is shaped فيها large granules obscuring اللي هي البيزوفيل طيب فإذن الفونكشنز لهاي البيزوفيل اللي هي المost cell of the blood فيها قلنا heparin الheparin بشتغل كanti coagulant natural anti coagulant تمام؟ وفيها الهيستامين اللي بصير له release بكميات كبيرة بصير لها degranulation منسميه وبطلع كمية كبيرة من الهيستامين بحالات الانافيلاكس بتعمل اشي منسميه hypersensitivity reaction ممكن يعمل الانافيلاكس ومنسميها الانافيلاكتك شوك مع drop blood pressure تبع المريض ممكن يكون ثيتل قاتل تمام؟ طيب هلأ life span للبيزوفيل one to two weeks الabnormal count انتبهوا هون ما في عندي اشي اسمه بيزوبينيا تمام؟ يعني ما في عندي اشي يعمل decrease بالبيزوفيل count لان هي اساسا الكون بتاعها نصف لواحد بالمئة ومنحكي ممكن تكون طبيعي تكون صفر تمام؟ ولكن في عنهم بيزوفيل اللي هو increase بعدد البيزوفيل هذا بصير بالviral infections و systemic allergies systemic allergies هلأ حكينا عشان بتطلع حيستامين تمام؟ viral infections زي مثلا بحالتين اللي هو small pox وال chicken pox small pox هذا disease eradicated وهو منسميه viral infection تمام؟ with skin manifestations يعني بيعمل skin eruptions بيعمل حساسية على الجلد تمام؟ هذا هو viral infection الوحيد اللي eradicated viral exanthem اوكي eradicated من العالم كله مش موجود تمام؟ بسبب اللي هو ايش effectiveness of vaccination طيب فبيزوفيليا بلاقيها بيه small pox وال chicken pox هذا الجدول تلخيصة نفس الكلام هلأ اللي حكينا وهي نكون خلصنا ويعطيكم الف عافية موفقين جميعا اشتركوا في القناة